هذا هو الجزء الثاني من عنواننا المتقدم في الحلقة الماضية عنواننا في الحلقة الماضية الطبق الرابع من أطباق ماعدة القمر إنه من أطباق البراء طبق المخللات الحامضة عرضت بين أيديكم جاهلية حوزة النجف فهم لا يعرفون إمام زمانهم الذي لا يعرف إمام زمانه يحيى حياة جاهلية ويموت ميتة جاهلية وهذا هو شأن حوزة النجف إنني ما كذبت عليهم لقد عرضت بين أيديكم من كتبهم من مصادرهم عرضت ما عرضت من التسجيلات بالصوت أو بالصوت والصورة وما عرضت اسما من الأسماء التي تثير الشيعة عليها إشكالا لقد بدأت بالطوسي مؤسس الحوزة المشؤومة في النجف وعرضت بين أيديكم جاهليته وعدم معرفته بإمام زمانه وما عرضته بين أيديكم من جاهليته هو هذا الذي مات عليه فقد نقلت لكم من تفسيره التبيان الذي أكمله في أخريات عمره وانتقلت من الطوسي إلى الخوئي وكان أسوأ من الطوسي بكثير ومنهما إلى أفضل مفسر عند الشيعة إلى التفسير المركزي إلى مجمع البيان للطبرسي ومن الطبرسي إلى أهم مفكر في تاريخ حوزة النجف محمد باقر الصدر وقرأت عليكم ماذا تعلم منه تلاميذه وماذا نقل عنه أبرز تلاميذه كاظم الحائر قرأت ذلك الهراء وذلك الضلال الواضح ذلك الضلال الذي يتبنه محمد باقر الصدر ويتبنه كاظم الحائر أيضا وقرأت عليكم جاهلية أبرز شخصية شيعية معممة في الأجواء السياسية في زمن المعارضة وما بعد سقوط النظام البعث المجرم محمد باقر الحكيم ما كتبه أيام المعارضة إنها معارضة الضلال إنها المعارضة التي بنيت عقائدها على الفكر الجاهلي القذر تلك هي المعارضة الشيعية العراقية ومن هنا كنت أعارضها لهذا سبب وهذا الأمر يعرفه الذين كانوا يعاصرون تلك الأيام ويعيشون فيها ومن محمد باقر الحكيم إلى الخطيب الأبرز في النجف إلى الوائلي وعرضت ما عرضت بصوته من هرائه وسفاهته وضلاله وبتريته وبتريته الواضحة حيث يقول عن عقل إمام زماننا عن العقل الذي يفسر كاف ها ياء عين صاد بكربل وهلاك العترة ويزيد قاتل الحسين وعطش الحسين وصبر الحسين يصف العقل الذي يفسر هذا التفسير بأنه عقل عجوز مخرف ومن الوائلي انتقلت بكم إلى المرجع الأعلمي الذي انتخبه السيستاني مرجعا لمقلدي يعودون إليه في المسائل الاحتياطية إنه إسحاق الفياط وعرضت بين أيديكم جاهليته وضلاله حيث يتحدث في دروسه وأبحاثه في حوزة النجف عن أن معرفة الإمام ما هي من الأصول إنما هي من فروع الدين وعرضت أيضا بين أيديكم ماذا كان يقوله ابن السيستاني محمد باقر وكيف يتحدث بذلك الهراء وبذلك الضلال وبتلك السفاهة السيستانية وانتقلت وانتقلت بعد ذلك إلى باقر الإيروان وبأسلوبه الشيطاني الإبليسي كيف تحدث عن غيبة إمام زماننا وسأعود إليه في حلقة يوم غد لأنني ما نقلت لكم المقطع كاملا سأنقله لكم كاملا وأتحدث عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى كل هذا عرضته بين أيديكم بالحقائق والوثائق وطلبت منكم أن تتابع الإعادة كي تحافظ على استشعاركم لقبح هؤلاء لقبح حوزة النجف ولضلالها ولجاهليتها ولسوء معرفتها بإمام زمانها وأقول لهم أقول لهؤلاء الجاهليين الجهلاء ولهؤلاء الأغبياء السفهاء من آيات الله العظمى كذبوني يا أيها السفهاء يا أيها الأغبياء يا أيها المراجع العظام ولو بحرف واحد فهذا هو ضلالكم وهذا هو تيهكم وهذا هو جهلكم والشيعة تركض وراءكم من جهل إلى جهل ومن جهالة إلى جهالة ومن جاهلية إلى جاهلية وأوضح الأدلة على جاهليتكم هو سوء معرفتكم بإمام زمانكم مثلما عرضت لكم بالوثائق وما هي إلا نماذج وإلا فإنني قد عرضت في سائر برامج أكثر من ذلك عرضت من قبائح مراجع حوزة النجف وكربلاء وكشفت عن عوراتهم القذرة الوسخة النتنة أتحدث عن عورات دينهم عن عوراتهم العقائدية الفكرية كذابون السفلة بهذه العورات العقائدية ويدعون أنهم نواب لصاحب الزمان فهل أن صاحب الزمان يعين السفهاء والأغبياء يعين هؤلاء الثولان نوابا له أي منطق هذا إما أن صاحب الزمان غبي ولذا فهو ينصب الأغبياء والسفهاء نوابا له وإما أن لا يكون موجودا لا وجود له وإما أن يكون موجودا وهو الوجود الأقدس الأطهر الأنور وهؤلاء هم الكذابون السفلة الحقيقة هي هذه هؤلاء هم الكذابون الدجالون السفلة الذين يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يعرفون هذا الذي ينوبون عنه الحقائق مرت عليكم ومن هنا فإن الأئمة أخبرون أمير المؤمنين في خطبة خطبها في الكوفة خطبها في العراقيين حذرهم من مرجعيات دينية في النجف أنسابهم حسينية هؤلاء سيكونون مدعومين ومؤيدين من قبل النواصف من قبل الأمويين لماذا لأنهم قد نبذوا عهد الإمامة والولاية مثل ما وصفهم صاحب الزمان في الرسالة الأولى للشيخ المفيد ماذا يقول أمير المؤمنين أقرأ عليكم من عوالم العلوم مع مستدركاتها عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني أما المستدركات فقد أضافتها مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة عوالم العلوم ومستدركاتها وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صفحة 317 رقم الحديث 1804 أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطب بالكوفة خطب بالعراقيين أيها الناس أيها الناس ألزموا الأرض من بعدي وإياكم وإياكم والشذاذ من آل محمد شذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لماذا لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي أهم صفة في هؤلاء الشذاذ الذين هم من آل محمد ينتسبون إلى آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي أبرز صفة فيهم أنهم نبذوا عهد الولاية نبذوا عهد الغدير إمام زماننا في الرسالة الأولى التي بعث بها إلى الشيخ المفيد سنة 410 في أواخر أيام مرجعيته لأن المفيدة توفي في بداية شهر رمضان سنة 413 للهجرة توفي في بغداد في بداية شهر رمضان سنة 413 الرسالة الأولى الأولى وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة سنة 410 أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 175 إمام زماننا يخاطب مراجع الشيعة وزعماء الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم لقد زلت أقدامكم زلت أقدامكم يا أيها الشيعة لماذا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم يا مراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا تركتم منهج السلف الصالح منهج روات الحديد ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء الشذاذ في الكوفة أمير المؤمنين يتحدث في الكوفة مع العراقيين مع الكوفيين ويوجه الخطاب لشيعته وليس إلى النواصر ولذا يحذرهم من شذاذ آل محمد من أصحاب العمائم السوداء في زماننا هذه خطبة لسيد الأوصياء في الكوفة يتحدث مع الكوفيين مع العراقيين إنه يتحدث مع الشيعة والخطاب موجه لنا لأن الشذاذ سيأتون من بعده هكذا قال أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي هو لا يتحدث عن زمانه يتحدث عن زماننا أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ أي شذاذ هؤلاء من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي هؤلاء الذين يقومون بعمل سياسي هذه الحركات السياسية الشيعية التي تتزعمها العمائم السوداء هؤلاء هم الشذاء فلا يرون ما يحبون لماذا لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي لقد نبذوا عهد الغدير أما مراجع الشيعة فحالتهم أسوأ هذا خطاب إمام زماننا إليهم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ما بين هذا وهذا أمير المؤمنين يحذر العراقيين وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة الراية الزعامة والأتباع الراية تعني فكرة وزعامة وهيمنة على الأتباع هناك أتباع وهناك فكرة وزعامة وهناك هيمنة للزعامة على الأتباع عبر تلك الفكرة هذه هي الراية إنهم مراجع حوزة الطوسي وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية أمية هي التي تدعمها النواصب بدعامة أمية وتخرج راية مرجعية من ولد الحسين هذه قد تنطبق على السيستاني وقد تنطبق على غيره ربما تكون الرواية خاصة بالسيستاني وربما لا تكون خاصة لكن السيستانية في زماننا مصداق من مصادقها فهو راية وهو حسيني ومرجعيته مدعومة من النواصب بنحو غريب لم تدعم مرجعية من قبل النواصب من كل الأشكال المرجعيات السابقة دعمت من النواصب أيضا ولكن ليس كمرجعية السيستاني هذا هذا هو الواقع الذي نستطيع أن نتلمسه منذ سنة 2003 ميلاد وإلى الآن وإن كانت القضية قبل ذلك لكن الأمر بات واضحا لأن الرجل ورط نفسه في مستنقع السياسة القذر فتكشفت الأوراق وظهرت العورات الحقيقية المغطات عورات مرجعية السيستاني وعورات حوزة النجف عموما تكشفت الأوراق وظهرت العورات النجفية النتنة إنها عورات المرجعية الطوسية سأعرض لكم فيديو لصغير من صغار هذه المرجعية إنه أجواد الخوع حفيد الخوع يحدثنا عن العلاقة فيما بين مرجعية النجف والاتجاهات الناصبية عن جده عن السيستاني عن بقية مراجع النجف الأغبياء وماذا هو موقفهم من الاتجاهات الناصبية المختلفة ابتداء من قتلة الزهراء وانتهاء بالدواعش وغيرهم من النواصب رجاء أعرضوا لنا الفيديو أليس المرجع الأعلى للطائف الشيعي في العراق قال أثنوا أخوتنا بل أن خصوصا وأصدر تلك الوفيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيام الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية أعترا وهو داعش أكيد لاحظت عشر صبحات عشرين نقطة كيف تتعاملون مع أعداءكم وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب ولا أريد أقوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن داعش ليس بنواصب هذول مقاتلين ظالين مفسدين أما مو نواصب بل قد أضيف لئا أن الإمام الراحد السيد الخوهي رأيا وقد مناقش ملآخر هذا حقهم في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبا بكر ليس بنواصب أتمنى على الكونترال روم أن يعيدوا بث الوثيقة حتى يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فإن جواند الخوئي حفيد المرجع الخوئي تحدث بشكل سريع عن موقف جده من النواصب وعن موقف مرجعية السيستاني وعن موقف مراجع النجف عموما هناك ميل واضح من الخوئي من السيستاني من النجف عموما هناك ميل إلى أحضان النواصب هنيئا لهم بذلك وهذا هو السبب في خذلانهم وعدم توفيقهم أن يعرفوا إمام زمانهم هذا هو السر فإمام زماننا في رسالته إلينا طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هذا الميل العقلي والقلبي والمعرفي والثقافي إلى النواصب إلى مستنقعاتهم القذرة فهؤلاء المراجع مراجع النجف وكربلاء يخرعون في تلك المستنقعات القذرة لهذا السبب صاروا جاهليين وجهلاء وصارت معرفتهم بإمام زمانهم معرفة جاهلية لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم وفقا لموازين بيعة الغدير التي نبذوها وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مثل ما وصفهم صاحب الأمر صلوات الله عليه في رسالته إلى المفيد والتي قرأتها عليكم قبل قليل رجاء أعيد بث الوثيقة أليس المرجع الأعلى للطائف الشيعية في العراق قال أفسنا أخوتنا بل أن خسست وأصدر تلك الوفيقة الإنسانية الهامة للمتطوعين وأوضح لهم القيام الإسلامية الإنسانية في التعامل مع ألد عدو للبشرية أعترا وهو داعش أكيد لاحظت عشر صفحات عشرين نفطة كيف تتعاملون مع أعداءكم وهل تعلمون أن هناك رأيا قيما في النجف الأشرف يقول أن داعش ليس بنواصب ولا أريد أقوض بهذا التفصيل لأن النواصب لهم أحكام خاصة شديدة جدا وهناك رأي محترم في النجف يقولون أن دواعش ليس بنواصب هؤلاء مقاتلين ظالين مفسدين أما مو نواصب بل قد أضيف لئا أن للإمام الراحل أسيد الخوئي رأيا وقد مناقش ملآخر وهذا حقهم في كتابه فقه الشيعة يقول إن الشيخين عمر وأبابك ليس بنواصب الظاهر النواصب إنهي أم اللبن حسن ملوس ظاهر أن نواصب فقط هؤلاء أنا لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك هذا الجزء الثاني من مذكرات عمر موسى الذي عنونه كتابية سنوات الجامعة العربية الطبعة الأولى 2020 ميلادي دار الشروق القاهرة مصر صفحة 111 وفي صفحة التي قبلها أيضا يتحدث عن زيارته للسيستاني السبت 22 عشر 2005 ميلادي زار السيستانية في بيته في النجف في آخر اللقاء السيستاني طلب أن يختلي به لوحده وفي الغرفة المجاورة محمد رضا السيستاني كان يختلي لوحده ب ابن حلي من مساعدي عمر موسى السيستاني أصر على عمر موسى ولأكثر من مرة لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران إذن في أي مكان وفي أي أحضان سيلقون بالعراق إنها أحضان النواصب التي كان يتحدث عنها الجواد الخوع تلك هي أحضان النواصب لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران لا شأن لي بسياسة إيران وحكومة إيران أنا أتحدث عن شيعة إيران الرجل إيراني يريد أن يقطع الصلة بين شيعة العراق وشيعة إيران كل ذلك لأجل مصالحه الدنيوية لأجل زعامته وزعامة ولده من بعده أمر دنيوي قذر وسخ صاحب الأمر يقبل بهذا المنطق رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يشتمل على نفس هذا الموضوع من برنامج ساعة مع هارون عبر قناة آسيا الفضائية طيب في هذه الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة آي تمام مكتوبة في الكتاب عايش أزمحها يعني عايز مش بس العينين نمى الأذنين طبعا العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ماس كلمتي رجاء أعيد بث الفيديو طيب في هذه الحادث الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة آي تمام مكتوبة في الكتاب عايش أزمحها يعني عايز مش بس العينين نمى الأذنين طبعا العبارة هي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران ماس كلمتي فلماذا لا يدعم النواصب حينئذ هذه المرجعية وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء وهذا هو الذي يجري في واقعنا اليوم قلت لكم قد تكون الرواية وردت بنحو خاص بخصوص السيستاني لأنه على طول تأريخ الشيعة لم تأتي مرجعية ألقت بنفسها في أحضان النواصب مثل ما فعلت مرجعية السيستاني وفي الخفاء يحوك المؤامرات مع عمر موسى لإلقاء شيعة العراق في أحضان النواصب وهذا هو الذي جرى وهذا هو الذي جرى لقد ألقى السيستاني شيعة العراق في أحضان النواصب ما هذه الحقائق أمامكم واضحة سأعرض لكم فيديو لإجواد الخوء أيضا لقاء في إيران مع أجواد الخوء باللغة الفارسية واللقاء هم الذين ترجموه الجهة التي أجرت اللقاء هي التي ترجمت اللقاء إلى العربية يتحدث أجواد الخوء عن أن الذين يحبون السيستاني ويناصرون السيستاني السنة بنحو أكثر من الشيعة وهذه حقيقة قطعا بغض النظر عن جموع الحمير الديخيين الذين هم من مقلدي فكل مرجع عنده جموع من الحمير الديخيين وهذا ما هو بانتقاص منهم هذه سيرة مراجع الشيعة مع مقلديهم أتحفون بالوثيقة الديخية قبل أن تعرضوا لنا فيديو أجواد الخوي ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أت على شنو مستعجب على شنو مستعجب قل لأخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل أطمئنم أطمئنم تركبهم يعني باش اشي يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام أتقل خمسة قل مستعجب 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 تركب يعني خلاغة أغميش إني كما تركب خلاغة أغميش جميع تبقى لأ فكان حالة أسوان فقوش ديخ عرفي فقوش والنص عباطل كنا على ثفة وكلكم تعرفونا لأنه مالي تأجيب الأسوان عرضا قال تركب مثل ما تركب نار وغاية ديخ ومش لا لا معلم إجمالية هذا واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة والله هذا واقع الشيعة هذه حقيقة حقيقة المراجع يستحمرون الشيعة يتخذونهم حميرا هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤوم تأدخية في النجف سنة 448 للهجرة ومراجع النجف وكربلاء يستحمرون الشيعة عبر هذه القرون وإلى هذه اللحظة رجاء اعرضوا لنا فيديو إجواد الخوي المشؤوم 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 و OZIKتيF و OZIKتيF و OZIKتيF و OZIKتيF و برحال روش آقای سوساني به زوقشو نمیخوره- باقتی مشهده- برای سياسات وارد نشهد او بزوقش نمیخوره وقتی باقتی مشهد در کارهای اقتصادی وارد نشهد شما روزه که این تشکیله تأصیز شد هدفت چه بود دفاع از عراق قرار نشد تو سياست وارد بشهد؟ قرار نشد تو کارهای ملیاردی وارد بشهد؟ قرار نشد تو تجارت وقتصاد وارض بشین شما از هدفت داریم ونحرف میشین خب معلومه این آقا الان سی تا ماشین پشترش رو میره الان یکی از بندرهای عراق دستشه میاد هر مقایست سانیه گوش بده معلومه چارفنش از این بچه هاشو تحریک میکنه تو این رسانه ها به هر حال این بحث نخواهم بریم تو این زمینه خلاصه آقایست سانیه خود هر داشت کنه احلا در اراق مرجعیت فقط اهل اراق نیست که متاسفان بعضی رسانه های دوست مینوست مرجع اراق نه آقایست سانیه مرجع اراق نیست مرجع شیعه اراق هم نیست آقایست سانیه مرجع کل اراقی هست چه از مسیحه چه از بیدین چه از لایک چه از سنی و مرجع جهان تشیعه شیعه سعودی افتخار میکنه شیعه افغانی و پاکستان افتخار میکنه بحرها وشهد شاهد من اهلها هم الذین يتحدثون عن انفسهم جواد الخوئی هو جزع من منظومه المرجعیه السستانیه ویدعم دعما معنویا هائلا ودعما ماديا هائلا جواد الخوئی يلوم الاخرین من انهم توجهوا الى العمل السياسی والاقتصادي والتجاری لماذا لا توجه اللوم الى نفسک انت فانت مخبر للمخابرات الامريکیه وهذا الكلام ما هو بدعایات فقد عرضت الوثائق القطعیه الصحیحه وهي موجوده على الموقع المعروف ويكليکس ومن هناك جلبنا تلك الوثائق وعرضناها على شاشة القمر عرضناها بنسختها الانجليزیه الاصلیه وعرضناها بالنسخه المترجمه باللغه العربیه ترجمناها ونقلنا تلك الترجمة كل هذا تم عرضه و بشكل واضح و موثق في الحلقات المختصة بهذا الموضوع من حلقات هذا البرنامج من حلقات برنامج الخاتمة هناك الوثائق القطعیه الأكیده التي تثبت أن مؤسسة الخوئي في لندن من ایام عبد المجيد الخوئي ترتبط بالمخابرات الامريكية وكذلك اجواد الخوئي مقبر ينقل الاخبار عن ایران وعن العراق عن سياسی بغداد وعن مراجع النجل وكل هذا موثق بالوثائق الصحیحة والدقيقة وَهَذَا عَرَدْتُهُ عَلَى هَذِهِ الشَّاشَةِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يُكَذِّبَنِي بِحَرْفٍ وَاحِدٍ أَتَحَدَّاهُمْ لأن الوثائق حقيقية بدرجة مئة بالمئة فأنت رجل جاسوس لماذا توجه اللوم الى الاخرين ومع انك جاسوس ومخبر للمخابرات الامريكية فانك قد شكلت مجموعة سياسية اشراقة كانون أليست هذه المجموعة تابعة لك أنت رئيسها مجموعة اشراقة كانون التي اشتركت في الانتخابات في الانتخابات الأخيرة في العراق وصعد إلى البرلمان مجموعة من أعضائها هؤلاء هم مجموعة اجواد الخوع لماذا تلوم الآخرين ما أنتم كلكم من طينة واحدة ما أنتم كلكم دجالون دجالون أمير المؤمنين في نفس خطبته ماذا يقول وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين هذه المصادق بين أيديكم هذا جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية بالوثائق الأمريكية بالوثائق الأمريكية هذا جاسوس ومخبر للمخابرات الأمريكية وهو زعيم كتلة سياسية في البرلمان إشراقة كانون هذه كتلته مجموعته ويعبث عبثا بالشأن العراقي إلى أبعد الحدود فالسيستاني يوفر له عشرات الملايين عبر التجار الذين أجاز لهم أن يدفعوا الملايين لإجواد الخوع ربما شكرا لأبيه محمد تق الخوع الذي صنع من السيستاني مرجعا في الوقت الذي كان السيستاني لا يساوي فلسا واحدا في سوق المرجعية أبو إجواد الخوع هو الذي صنع من السيستاني مرجعا أعلى للشيعة محمد تقي الخوع هؤلاء هم الذين يتحكمون في الشيعة ويتخذون من الشيعة حميرا ويتحدثون بهذه الطريقة لا أعلق أكثر من ذلك ولكنني أقرأ ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة نفسها التي حذرنا من مرجعية نسب المرجع فيها يعود للحسين ويكون مدعوما من النواصب وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمير إلى أن يقول سيد الأوصياء وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة هذا الذي يدعي أنه اليماني ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وليس مني نسبا وليس مني دينا وهو مقدمة الدجالين كلهم هو أول دجال من الدجالين الذين سيكون لهم ظهور حضور في الزمان القريب من زمان الإرهاصات والعلامات الحتمية وهذا هو الذي نتلمسه قطعا لا أقول هذا الكلام بدرجة مئة بالمئة ولكنني أقول هذا الكلام بدرجة تقارب ذلك لأجل الإعلام أما فيما بيني وبين نفسي فهذه الروايات تنطبق على واقعنا وتنطبق على هؤلاء القوم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر